اشتركوا في القناة وذكر ماسك سابقا أن هذا النظام يهدف إلى حل حركة المرور التي أصبحت تشكل مشكلة في جميع المدن الكبيرة بكل أنحاء العالم كما أن رحلات نظام لوب في الوقت الحالي مجانية ولكن قد يتم فرض تكلفة تبلغ نحو دولار وخمسين سنة للرحلة الواحدة للمزيد يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا coinarabnews.com أو عبر صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي أخبار العملات الرقمية أقرب إليك من أي وقت مضى